موسيقى أنا زوجة الدكتوري جام عجمي اسمي سمية أحمد الشرقاوي موجهة في إدارة أشمون التعليمية أنا زوجي شخصية ضريفة جدا متسامح جدا يعني بر جدا وواصل جدا لرحمه يعني علاقته بنا وبالأولاد ده علاقة ضريفة جدا وبالجران ما شاء الله كل الناس هنا بتحبه الحمد لله رب العالمين ودي من نعمة ربنا علينا يعني كل مناسبة بشعر أنه دايما بيصل لرحمه كل عيد أبو صلقي واخدنا كلنا ورايح يزور عميته وخليته ودايما واصل جدا لرحمه وبر جدا بوالديه يعني أنا شعر أن شاملي شخصية مميزة مع والده الله يرحمه ومع الحج جدا جدا والدته والدي كان بيمثل لنا في بيت هنا هو كان أكتر حد قريب لكل حد فينا كان قريب لكل حد فينا بطريقة مختلفة مع التاني يعني يمكن حياتنا كلها كانت معتمدة على بابا أكتر من ماما يعني شوية يعني كان بابا كان صاحبنا كلنا يعني أكتر حد نكلمه أكتر حد بيفهمنا أكتر حد يعني كان بابا كل حاجة لنا يعني وهو مزايد الحمد لله يعني الأحداث اللي إحنا مرينا بيها دي كتلها زودتنا عرفتنا قيمة بابا طبعا وزودتنا حبتي وأنه كان رجل بمعنى الكلمة يعني ثابت على طريقه وعلى طريق الحق زوجي بدأ اعتصامه في ربعة وكان بيحاول يشارك في معظم الفعاليات شارك في الفعالية الأولانية اللي هي رمسيس وتاني فعالية كانت لي كانت بتاعت أليوب يعني أنا حس أنه كان يعني متأثر جدا باللي حصل إحنا كنا بدأنا تجربة ديمقراطية كلنا كنا نتمنى أن البلد تنجح فيها ما كناش عايزين الفشل ولو البلد تقع في اللي هي وقت فيه ده ولو في المقاس اللي هي أستها زوجي من الناس اللي بتحب الناس جدا وكانت متعطفة مع الناس جدا يعني زوجي وأصدقائه من الإخوان كانوا دايما يعملوا كل أسبوع يعني إحنا كن زيارتنا الأسبوعية للحج والحجة كانت يوم الجمعة كل أسبوع كان يجي معنا ساعتين وأبوصل إيه رايح قافلة طبية في أي قرية تابعة للأشنون كان دايما بيتعاطف مع الناس الطيبين الغلابة دايما يقضي حوائج الناس دايما لا يتوانى أبدا أن هو يساعد أي حد سواء كان من الجران أو سواء كان من الناس الغلابة أو سواء كان من الأهل أو من أهلي قلقت قويسة جدا بأهلي قلقت قويسة جدا بأهله دايما يحس بمشكلة أي حد يحاول يتدخل فيها ويحلها إيجابي جدا مع جرانه يعني أنا بذكر أنه كان فيه مشكلة عندنا في العمارة اللي هو كان واخد فيها مركز كان فيها مشكلة أنه مش عارفين يركبه أصنصير لأن كل الجران مش متعاونة فهو دفع كل الفلوس وعلى أمل أنه بعد كده يحصلها وحتى ما كانتش بتفرق معيه فهو شخصية إيجابية جدا في المجتمع اللي هو عايش فيه سواء كان مع الجران أو سواء كان مع الأهل أو مع العينين بتوع كل الناس في البلد بتاعتنا أنا حاسة أنها متأثرة جدا الناس كتير جدا بتقابلني بتقول لي إمتى هيطلع لأننا مش عارفين نتعايل كويس ما حدش بقى حاسس بالناس الغلابة دي الحمد لله والدي من الناس اللي أظن على خير كبير يعني من الناس المحبرمة يعني أنا محبش أتكلم كتير عن جماية الوالدي أو يعني خير والدي في الناس بس أظن أن والدي من الناس اللي بيعملوا خير كتير في البلد يعني درجة أن الناس بتحبني من غير ما تعرفني لمجرد أن هي عارفة والدي يعني بالنسبة للمشهورة هنا الحمد لله في البلد والدي من الإخوان المسلمين يمكن أنا مش زيه دي حاجة تقصير مش مش حاجة أتبهى بيها يعني والدي تم اعتقاله في أحداث أليوب أهل قطع طريق في أليوب أظن أنه يعني هما ما لحكوش يقطعوا الطريق يمكن كان في المخطط يقطعوه بس ما والدي تم اعتقاله يوم 27 سبعة أثنين وعشرين سبعة ألفين وثلاثة قبل فضل رابع وكان يمكن من أول الناس اللي تم اعتقالهم في فضل ليه أصدقاء كتير واللي سافر واللي واللي ماشي راح بلد تانية لأنه إحنا طبعا كان حصل لنا قبل اعتقاله أن العيادة بتاعته تخربت خالص لأن البلطاجية جنبه مساعدة الأمن الأمن في حماية الأمن كده دخلوا بهدلوا العيادة يعني حتى بباني الشقة اتسرقت الشبابيك اتسرقت اللحواض اتقسرت قعدت التوالدة اتقسرت كل حاجة انتهت يعني أنا أما روحت شفتها إحنا طبعا كان هو يومها موجود معنا في البيت فأما روحت أشوفها الصبحية أنا بصراحة بقيت مزهولة يعني أنا فعلا بقيت يعني لصالح مين ده لصالح مين ان البلطاجية تيجي بحماية أمن الدولة للناس اللي خدماهم في البلد يعني كل البلطاجية دول أنا أعرف منهم ناس كانت بتتعالج ببلاش وبعدها زعلوا يعني هما البلطاجي ده ما بيبقاش حاسس هو بيعمل ايه بيبقى واخد رمضول واخد يعني حاجات مخلية مخدر تماما فيه ناس كتير منهم قبلتنا اعتذرت وتأسفت طب لصالح مين ده يجو في وسط الأمن أو بحماية الأمن اللي هو المفروض انه هو بيحمينا دي حاجة تانية حاجة برضو احنا تعرضنا في البيت هنا لكذا مرة البلطاجية يجو لغاية البيت هنا وناستعين بالشرطة محدش كان بيعينا بالعكس احنا كان الجيران ربنا يكرمهم والحباب بتوعنا هما اللي كانوا بيجو يحمونا لصالح مين يعني أنا زوجي كان معتقل واحنا أنا وأولادي هنا لوحدنا والبلطاجية جايين يعني بمعدل اسبوعيا كانوا بيجولنا هنا ويقفوا على باب الشارع جيران هما اللي كانوا بيحمونا طب ليه صالح مين ده ايه اللي يخلي حاجة زي كده تحصل وتبقى مستساغة في المجتمع يعني أنا مش عارفة أنا والله مستغربة يعني على قد خدمات الناس دي لأهلها والحبيبها ولحد دلوقتي هما عندهم نفس الاستعداد يعني أنا كثير أقول له مش هنقعد في البلد دي البلد اللي احنا اتهنى فيها وحاجتنا تكسرت وتقربت على عين الناس فيها كده احنا مش هنخدم هو طبعا كان بيعترض علي وقول لي احنا مش بنعمل ده عشان خطر الناس احنا بنعمل ده عشان خطر ربنا سبحانه وتعالى والناس غصبا عنها الناس طول النهار تسمع اعلام مضلل الناس طول النهار تسمع كلام يخليهم يكرهونه لكن هما مسيرهم يعرفوا الحقيقة ان شاء الله ومسيرهم انهم يرجعوا عن اللي هما بيعملوه ده فأنا فعلا حاسة فيه انه هو شخصية متسمحة جدا شخصية محبة جدا للناس يعني انا بحس ان هو شخصية بصراحة بتعلم منها الكتير انا تعلمت منه كتير بصراحة تعلمت منه انه يتسامح دايما يقول لي ايه تشيلي في قلبك زعل من حد هو كل الناس معزورة كل الناس قاعدة تسمع اعلام مضلل طول الليل فمن الطبيعي انها تصور علينا انجازاتهم دايما كانت مغمورة دايما ما كانش حد بيحب يظهرها فهو كان يعني دايما يعظل للناس ودايما يقول للناس يعني فعلا مضللة فانا يعني فعلا تعلمت منه كتير وانا والله بدعيله ان شاء الله وكل رفاقه يا ربي بالفرق لان كلهم الناس محترمين يعني والدي كان بيمثل لنا في البيت هنا هو كان اكتر حد قريب لكل حد فينا كان قريب لكل حد فينا بطريعة مختلفة مع التاني يعني يمكن حياتنا كلها كانت معتمدة على بابا اكتر من ماما يعني شوية يعني كان بابا كان صاحبنا كلنا يعني اكتر حد ينكلمه اكتر حد بيفهمنا اكتر حد يعني كان بابا كل حاجة دينا يعني هو مزاد الحمد لله يعني الاحداث اللي احنا مرينا بيها دي كتلها زودتنا عرفتنا ايمة بابا طبعا وزودتنا حبتي وان هو كان على طريق كان راجل بمعنى الكلمة يعني ثابت على طريقه وعلى طريق الحق معنى عطوق اليوم 22 سبعة قعد حوالي عشر تيقى 15 يوم ما شوفناوش او اكتر كمان في خلال الخمستوشر يوم دول قعدت اربعة يام ما عرفش هو حتى هو فين في خلال الخمستوشر يوم دول ما دخلوش غيارات داخلية ما دخلوش هدوم ما دخلوش اي حاجة كانت نظرته تكسرت من البلطاجية وتعور كده وديت له نظرة بتاعته بعد الخمستوشر يوم هو مش بيشوف اللي بيها يعني انا كل ده الواحد كان مؤثر جدا فيه يعني انا مش عارفة يعني والله ربنا سبحانه وتعالى يفرج عننا يا رب ويفرج عن كل المعتقلين وكل المظلومين لان الواحد حاسس فعلا بظلم رغم حبه للبلد دي بس فعلا احنا ما نقدرش نستغنى عنها ولا نقدر نبعد عنها ورغم حبنا للبلد دي الواحد حاس انه تظلم فيها فعلا كتير فأتمنى من الله سبحانه وتعالى انه هو يصحي ضمائر الناس كده ويعني يوعي الناس ويفهم الناس الحقيقة يا رب يعني فعلا الواحد بيدعو ربنا سبحانه وتعالى كتير وان شاء الله ربنا مش هيخزلنا ان شاء الله الحقيقة حتظهر ان شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيخيب تعب الناس دول الناس دي تابت كتير عشان ترضي الناس وعشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يخيبها أبداً بإذن الله كان نازل يشارك في الفعالية في أحداث أليوب كان معتصاً في رابعة من بدء إلى تصام حتى يوم اعتقاله كان نازل يشارك في المسيرة في أحداث أليوب ونحن من أشمون في طريق أليوب أقرب إلينا فبقوا على علم كويس به فكان نازل يشارك في المسيرة أثناء قيامهم بالمسيرة تم الاعتداء عليهم من بلطجية كانوا معاديين جنب سكة القطر قاعدوا يحدفوا عليهم طوب وحاجات حديد دبش حديد وكلام زي ده من على سكة القطر لما الأحداث دي حصلت الناس بدأوا يتفرقوا في المسيرة كل واحد بيروح حت حتى في ناس في ناس أصيبت طبعاً راحت المستشفيات وفي ناس تنحك جانباً ودخلت في الشارع الجانبية فوالدي كان من الناس داخل في أحد الشارع الجانبية وانتظر شوية كده قاعد كم معادي واحد صاحبه تم اعتقالهم الاثنين مع بعض يوسس سامير صبري كشك تم اعتقالهم مع ولي فقاعدوا مع بعض كده قاعدوا شوية لما الدنيا تهدى بحس يعرفوا يطلعوا من المنطقة بسلام ففوقوا بالناس اللي هم الأهلي الشرفاء مجموعة من البلطاجيات جموا وقالوا دول إخوان هو والدي ملتاحي فغالبا شكله تدل عليه والناس دول اعتدوا على والدي واعتدوا على الأستي سامير حتى والدي كان اتعوغر فوق الحاجب كده شمال ماحيا الشمال واتخيطت يعني فالمهم اعتدوا على والدي وكده وتحفظوا عليه فترة لحد ما سلموهم للشرطة فهناك في اسم الشرطة قاعدوا فترة على ما تم العناية بيهم وتم تخيط جراحهم يعني وتم تحفظ عليهم في أهبينك الأول وبعد كده تم نقلهم المعسكر الأمن المركزي وبعد كده خلاص بقى راحوا اترحلوا اتعرضوا على النيابة وخدوا 15 يوم فرحلوا السجن للقناة الخائلة بالنسبة لأول يوم زورته فيه فبسألوا يعني عملوا معاك ايه طبعا ببقى لأنا جدا بقى له 15 يوم ما شفتوش فهو حكالي هو نوزوجي من نوع اللي صبور جدا يعني هو حكالي حاجة بسيطة كده قال لنا والله أكتر حاجة أذتني في السجن مش أي حاجة إلا كمية سب الدين اللي اسمعناها أول يوم للأسف من زباط أمن الدول من الأسف الشديد الزبط ده اللي هو المفروض أخوه يا واخوك أنا والله العظيم يعني فعلا تأثرت جدا لأن أكتر حاجة تهين الواحد بتحزن الواحد أن الواحد يسمع سب الدين يعني دي حاجة فعلا الواحد تأثر لها جدا يعني طبعا عرفت بعد كده بس مش منه عرفت أن فيه واحد زابط ربنا يسامحه يعني وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقتص من الظالم مش بسهولة إحنا نقول ربنا يسامح لكن ربنا سبحانه وتعالى مش هيسامح وللأسف ده الظبط ده كان مسيحي مسك كل ملابس المعتقلين 28 معتقل بالموس هدوه هدومهم قمصان وبنطيل بالموس تماما وحتى الشوز بتاعهم مسكوا برضو بالموس يعني شوف ما خلاش لهم يعني أي ذكرى يعني سبحان الله هو بيغيروا ملابسهم لملابس السجن أما ده ده سمعته طبعا هزيني جدا وأنا لحد دلوقتي بدعي عظابة ده بدعي إن شاء الله إن شاء الله ما يساعدش إن شاء الله ما يساعدش زي ما إحنا مش سعداء كده باللي حاصل ده إن شاء الله هم مش هساعدوا بإذن الله يعني برضو إحنا بنروح يوم الزيارة ده يعني بنمشي من الساعة 7 الصبح ويمكن أحيانا قبل 7 عشان نلحق طبورنا وندخل الزيارة الأولى هي بتبقى معاناة بدقة من قبلها طبعا لإننا بنبتدي نجهز أكل أنا بيبقى صحية من قبل الفجر بنصلي الحمد لله ونبتدي نكمل الأكل بتاعنا ونأخذ الأكل بتاعنا ونوح طبعا بندخل من باب السجن طبعا بنقف طبور بنقف يعني يعني أعزاكم الله يعني الواحد فعلا بيحس إن هو واقف في وسط ناس هو المفروض ما يكونش ده مكانه طبعا بس يعني أما واحدة ساعات نسأل بعض يعني واحدة تقول أنا جاية والله عشان عندي مثلا ابنها قاتل أو ابنها يعني صاحب مخدرات والحمد لله رب العالمين بيحمدوا ربنا إن هم كده إحنا بنحمد ربنا إن إحنا سياسيين بس هم ساعتها ما يعرفوا إن إحنا سياسيين ويقولوا لا الحمد لله الحمد لله إحنا قتلين الحمد لله إحنا يعني بيعم مخدرات أو كده ففعلا هم بيحمد ربنا سبحانه وتعالى إن هم جنائيين وإحنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بعيد عن أي ظلم للنسيين أول زيارة رحنا هلوكت في رمضان ما كناش عارفين أي حاجة فرحنا الساعة تمانية الصبح عادنا نلف في السجنة نسجل الزيارة فين سجلنا الزيارة وعادنا نسأل طب هما هيبقوا فين فأني سجن في سجن الأناطر في سجن الرجالة أو سجن الحريب فما كناش عارفين مواقعهم فين بالضبط فالمهم عارفنا موقع السجن فين وعادنا روحنا مستنين ضرنا على ما نخش اليوم ده كان يمكن يكون أصعب يوم في أيام الزيارات كنا صايمين كلنا وكان معنا ناس تانية ما كانتش صايمة كان فيه ناس بتدخن وناس بتشرب ماء أو كده قعدنا منتظرين من الساعة ثمانية الصبح حتى الساعة ثلاثة عندما دخلناه ودخلنا زيارة تالتة أخر ناس هما بيندهوا الجنائي كله بيندهوا يدخلوا الأول يقعدوا ينتظروا المساجين جوا وإحنا بيندهونا في آخر الكاشف فالمهم دخلنا آخر زيارة بس كانت زيارة جميلة طلعنا منها مفاعمين بالأمل وطمنا على والدي يوم ما تم القبض على والدي كنا بنكلمه على موبايل وكان واحد غريب يرد علي بيقول لي ما تقلقوش عليه لكن الواحد كان قلقا عليه كان حسن فيه مشكلة كبيرة فالحمد الله اتمنى علي في الزيارة الأولانية وتمام يمكن بيكتقال زيارة غير كده في المعاملة في السجن أظن أن السجن الأناطر من السجون الكويسة من السجون المحترمة في الآخر يعني نسمع أن المعتقلين يحصل فيهم مقاسي فكن الحمد الله لا تم الاعتداء عليه لا اعتداء اللفظي ولا اعتداء بدني ولا أي كل ما أعوده هو اعتداء اللفظي لا يرى الشمس هم عادين بس في الزنزانة 28 و 1 لا يرى الشمس إلا هم عملوا مشكلة بس مع دارة السجن فترة وتم الاتفاق أنهم يخرجوا يتريضوا مرتين بس في اليوم كل مرة مدة ساعة هذا كريب من ثلاث أسابيع لكن قبل ما كانوا يطلعوا خالص إلا في أوقات العرض بتاعتهم على المحكمة في رمضان كانت أول زيارة لنا في رمضان كان بيحزننا جدا وإحنا داخلين أن ناس فرش حصر وقعد فتحة بتاكل الكنتالوب طبعا هناك ما بتدخلش السكاكين خالص فبيفتحوا الكنتالوب كده بيأديهم وقعدين في قلب رمضان إحنا كنا يومها الساعة مثلا سبع دخلين أو تمانية دخلين بس ما دخلناش الزيارة في اليوم ده إلا الزيارة الثالثة لأن السياسيين بيعزبوهم جدا بصراحة عشان يدخلوا بيدخلوا آخر زيارة حتى لو دخلنا الزيارة الأولى بندخل نهاية الزيارة برضا يعني بنبقى جايين رقم 2 3 4 بندخل رقم 40 اللي هو الزيارة بتبقى عدد الزائرين 40 بندخل رقم 40 بياخدوا آخر أربع زيارات للسياسيين فإحنا في رمضان الواحد فعلا كان متأثر جدا أننا صايمين ووقفين يعني تعبنين وبنحساس بداعن بربنا سبحانه وتعالى وفي ناس كتير قعدة فترة في رمضان في الواحد كان متأثر جدا إزاي ده يبقى مجتمعنا وإحنا المفروض مجتمعنا ده مجتمع إسلامي ومجتمع طيب المفروض أنه يبقى يعني الحاجات دي تبقى متلاشية فيه إنما فعلا ربنا سبحانه وتعالى من علينا فعلا أننا يمكن بنسبت على الطريق أما بنلاقي نفسنا إن شاء الله على الطريق الحق ونحن الحمد لله رب العالمين بنصمد أكتر أما بنروح نشوف كمان المسجونين وروحهم المعنوية المرتفعة والعالية جدا فكل ده بيزدنا ثبات وصبر وبنتذكر الآيات القرآنية الكتير اللي بتثبتنا حسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا فعلا ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا وفعلا هي ديت فعلا سنة ربنا سبحانه وتعالى أن دايما اللي على حق كالقابض على الجمر اللي دايما على حق كأنه مسك جمرة في إيده متألم لها لأنه ثبت عليها وفينا بنشوف نماذج كتير يعني ما ثبتتش على الحق وكانت برضو بنظن كلنا أن هي تبع الاتجاه الإسلامي فالواحد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه هو بيمشي أو يظن أن هو يمشي على المنهج السوي والمنهج القوين بإذن الله طبعا إحنا بندخل الزيارة للأسف الشديد بعد ما بندخل يعني الأكل بيتفتش فعلا بطريقة مهينة يعني أنا بقى مزبطة الأكل عشان زوجي يفرح به أو يبقى شكله مستساغلي لأن أنا يعني زوجي بيحب طبيعته بيحب الأكل الجيد يعني 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 على ما بندخل الأكل فعلا بيتبهدل إذا كان معنا كيكة بتتقطع إذا كان معنا أي حاجة ودلوقت حتى ما بقوش يدخلوا المخبوزات يعني لا كيك ولا أرس ولا أي حاجة بتدخل اللي هو البقصمات أي حاجة بنحب نجيبها لهم عشان تساعدهم أو تهون عليهم الحياة الصعبة اللي هم فيها دلوقت ما بقوش يدخلوها يعني لو واحدة فكرت تجيب مثلا طبقة حلويات أو كده عشان تساعدهم أو تدخل الصرور عليهم ده كله اتمنع دلوقت يعني بظنن أن هو الجنائيين دخلوا مخدرات طب ماشي يا جماعة طب منتوا عارفين أن احنا أزواجنا حتى ما تشربش السجارة يعني أنا مش عارفة يعني بأي منطق بنتعامل بالطريقة دي 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 بالنسبة يعني المعناهي اللي بنشوفها لحد ما بندخل الزيارة يمكن بنبقى من 7 الصبح الزيارة الأولى بتدخل ساعات الساعة واحدة وساعات واحدة ونص وساعات 12 ونص حسب تسايل ربنا لما كتروا المساجين قاوا بدأوا يدخلونا بدر شوية بدأوا ينادوا على الزيارة بدر شوية بقين ندخل ونطلع مثلا على الساعة واحدة والدي كل ما منزوروه بيطبعا بيسأل على أحوال البلد وبيطمئن علينا وبيحاول يثبتنا على الطريق ويشجعنا على أن إحنا نفضل سبتين وصندين وبيشجعنا على النزول ودايما بيقول لنا أقربوا من ربنا أكتر ادعوه وإن شاء الله يستجيل بالمناسبة أنا عايزة أقول أن بابا ختم الكرآن وهو في السجن قريب لسه 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 إذبوع ده وهو كانت أمنية حياته يعني كان دايما بيتمنى أنه يختمه ويحاول كتير وراح كتاب وهو جدير بس يمكن ربنا كتبها له أنها تبقى في فترة دين أنها فعلا تبقى خلوة وأنه يستغل لها في حاجة كان نفسه يحققها من دمين والحمد لله طبعا هذا حاجة فرحتنا كلنا يعني أنا أتذكر أول مرة أعطوق الزوجي فيها كان بيأذر القضاء فكانت سنة 2006 لما أعتقل فيها كان يوم 11.05 وأنا فكرة لتاريخ لأن ابني كان في تانية سنة كنت متأثرة جدا لأنه كان أول ولد عندي وكان متفاوض جدا فكنت خايف عليه لا يأثر عليه والحمد لله رب العالمين سنتها الحمد لله جاب فوق 98% اللهم ملك الحمد وربنا أكرمه وفي تالت ما شاء الله جاب 100% لأنه ما شاء الله هو مستوى كده مستوى فائق يعني فسبحان الله أنا حسيت أن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني وروضة برضو ما تنقصي وربنا يكرمها وتفرح باباها وتفرحنا بإذن الله ونسبت كمان للناس أننا يعني الحمد لله سبتيين ومش متأثريين لأن فعلا الواحد يحزن قوي أن الحاجات دي ما تزدناش ثبات وتزدن عزة بإذن الله رب العالمين يعني أنا بتذكر أول زيارة رحنا فيها كنا وقفين في رمضان كنا بنتلحف على بعض كنا بنعرف بعض لأن شكلنا بيبقى باين فقابلت واحدة كانت دكتورة أخت الدكتورة محمد أبوزيت اللي معتقل مع زوجي وقابلت واحدة كمان دكتورة برضو صيدلانية مع زوجة مهندس ورجل أعمال يعني مع زوجي برضو فاتعرفنا بقينا نشوف بعض كده وننكلم بعض يعني فبعد ما دخلنا كنا أول مرة نسجل الزيارة فلقينا التهمة مكتوبة إيه بلتجة وشغب ومش عارفين فكلنا سألنا بعض يعني ما كناش نعرف بقى مهن بعض ولا كده فقلت لها أنت تشغلي إيه قالتلي أنا بشتغل دكتورة طب وزوجك قالتلي مهندس ورجل أعمال الله مال بلتجي يا الله ده بلتجي بلدنا حلوين أوه هم تبقوا دكاترة ومهندسين هم قال للأهالي الشرفاء بتوعنا إيه بقى ده هيبقوا أعلى بقى إن شاء الله من الدكاترة ومهندسين فعلا ديكت حاجات بتضحكنا وبتهون علينا المقاسي اللي احنا بنشوفها يعني كلنا كنا بنبقى يعني مستغربين من إمتى إحنا المجتمع بتاعنا أصبحت الأمور في مقلوبة لقيتها فعلا في زمن الانقلاب هو زمن الانقلاب كده الشريف بيبقى جوه السجن والمفتري هو اللي بيبقى بره ومتجبر البلطجية هم اللي بيبقوا واخدين حقهم هو ده زمن الانقلاب فعلا حسيت فعلا قد إينا صح في انقلاب يعني ده بيؤكد بالنس كلها اللي لسه ما فهمت شي ولي لسه مش حصة ان ده انقلاب أن ده فعلا انقلاب والدي مع الشارع ب والدي من الناس البسيطة يعني هو طبيب أه بس من الناس البسيطة خالص في معاملة الناس يعني عمره ما بيتكلف مع الناس لما يجي عامل الناس بيعملهم واجهاً لواقي ما بيخليش حد يعمله فمعاملته مع الناس بسيطة ويمكن دي حاجة من الحاجات اللي خلت الناس تحب والدي بغض النظر عن انتماءاته السياسية هنا الناس في المنوفية شوية ناحية يعني معارضة للإخوان أو مؤيدين للسيسي لكن الناس أظن أنهم بيحبوا والدي أن كانت انتماءاتهم السياسية يعني أو ده أظن الشخص فيمكن ده لأن والدي بسيط وبيعمل الناس بحبه كده يعني والدي معنا في البيت برضو زي ما بيعمل الناس بيعملنا ببساطة والدي عمره محسيت من والدي يعني أنا بحس أن هو أخوي كبير يعني بحس أن أسراري كلها كت مع والدي يعني كنت بكلمه زي ما بكلم واحد صاحبي مش كأنني بكلم والدي كان عامل روح والدي من الناس المتفقلة يعني في عز الأزمة وفي عز قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو بنقول للدنيا خلاص يعني الإخوان أساءوا إدارة المرحلة وخلاص طبيعا الجيش هيعمل انقلاب والدي لأ والدي كان بيقول لأ زي يعمل انقلاب والدي كان متفائل كان محسسا إن الخير قادم يعني وإن شاء الله الخير قادم بس يمكن حتأخر شوية نفسي فعلا الواحد ما يقولش كلمة إلا لو كان فعلا شافها بعين يعني أنا بفتكر موقف إحنا عندنا هنا يعني مواصلة اسمها سيرفيس كده بتوصلنا ركبت مرة في سيرفيس لقيت واحد عمال يشتم 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 في الإخوان فتأثرت جدا يعني قلت لي أنت بتشتم يتعرفت مين منهم قال لي نعرف دكتور أبسطهم الدكتور يشام عجم ماله الدكتور يشام يعني أنت عارف قال لي ممسوق بتريلة أسلحة وخدت 15 سنة وكان يستهل أكتر من كده المهم قلت لي طب أنت شفته بنفسك يعني أنت شفته كده هو ممسوق بتريلة كده قال لي آه أنا ناس ألولي وسمعت فقلت له طب يعني الواحد ما يردتش حاجة سماعة المفروض الواحد قبل ما يردت حاجة لازم يكون شفة فالمهم أنت هو أنت من الإخوان ولا يقولت له لا اتفضل كنا وصلنا قرب البيت فقلت له طب ما عليش دخلنا الشارع عشان خاطر إيه معي كان أحاجات شرياها فبعد ما نزلت وقلت له طب ده بيت الدكتور يشام عجمي مش عايز تشوف الأسلحة اللي متعانى فيه زي ما أنت بتقول يعني حسيت ساعتها أنه هو اتحرك جدا وقلت له أنت الأول تعرف إيه عن الدكتور يشام عجمي قال لي معرف أنه إنسان كويس وبيساعد الناس بس إيه اللي يورطه مع الإخوان قلت له يا عم أنت يعني بتقول كلام أنت ما يعني ما فيش أي بيّن عليه يعني فساعتها تأثرت أولا أن كل الكلام بيتقال كل شوية أسمع ده خد 25 سنة ده خد 15 سنة والحقيقة الحقيقة أن القاضي اللي ماسك القضية ربنا يكرمه يعني إحنا بنقول أنه يعني بيحاول يتقل له فعلا مش راضي يشوف القضية لأنه فعلا ما فيهاش أي حاج القضية أي حد بيشوفها بيقولك طالب يقوله حقوق يطلع براءة لأن القضية لا فيها مشكلة ولا فيها حد تقتل أساسا المجموع اللي بيقول عليهم أن هو يعني ممسوك بتهمة قتل عمده ما فيش حد تقتل في المظاهرة دي خلاص اللي تقتل تقتل بحادثة قطار فأنا مش عارفة يعني الكلام اللي بيتقال كتير والإشعاد كتير والناس ما زالت مصدقة طب ليه طب ما نتبين يعني إحنا لو مسكنا القضية وشفناها القضية ما فيهاش أي حاجة أي حد بيشوف القضية بيستخف بيها يعني القضية فعلا كلها يعني حاجة سياسية فعلا عشان يغيبوا جوه السجن مش عايزين حد بيفهم مش عايزين حد بيفهم بره السجن رسالة وجهة للسيسي ومحمد إبراهيم أنا ما كنتش متوقع أن فيه بني أدم يعني باللا إنسانية يعني يمكن يمكن إحنا مترابين بطريقة مختلفة شوية يعني مترابين على المثالية وكذا فأنا كنت دايما معتقد أن يعني لو أحب يسرق لو أحب يقتل لو أحب يعمل أي حاجة بيعملها لأنه هو ظروفه بتجبره من يعمل حاجة زي دي لكن يكون واحد يعمل يقتل ألاف البشر أو يعني مش يقتلهم بواجه مباشر يكون سبب ويبقى تبقى الموضوع عنده بالبساطة دي ويبقى يقدر يمش وسط الناس يعيش حياته عادي يقدر يبقى كده لا دا مش بني أدم دا لم يكنش متوقع أن فيه بني أدم حابة بطريقة دي وكذلك محمد إبراهيم لأنه كان مسؤول أما رسالة أوجهة للناس اللي ماشيين في الشارع اللي بينزيل مظاهرات والمكملين رغم كل اللي بيحصل ده فأجزاكم بها وخيرا أنتوا بتعمله أنتوا بتصنعوا تاريخ يمكن الدنيا يعني يمكن أنا متشائم شوية يمكن الدنيا مش هتتغير بين يوم وليلة يمكن ممكن تاخد سنين على ما تتغير يمكن ما تتغيرش خالص بس يكفي أن الناس بتبزل دماءها وبتضحب بحياتها وبتضحب بعوقاتها وبأموالها وكل دا ولا حاجة في سبيل أن الواحد يشوف الوضع البلد بيتغير في سبيل أنهم يقولوا لا في وجه السلطنة جائر يعني في وجه المختصب زوجي الأول هقولوا أنت حر وراء السلطن فعلا فعلا الحر هو اللي كهو السجن دلوقتي هو اللي فعلا تحمل تحمل وصبر على غيابه هو فعلا أنا حاسة أنه هو أكتر واحد حر دلوقتي ويمكن العبيد هم فعلا ده إحساسي اللي هم عملين يسمعوا ويكرروا ومش حاسين بالمأسال اللي فيها الأحرار دول أنا بقول لبابا يثبت إحنا بخير وهنكمل الطريق إن شاء الله ما يقلعش علينا خالص وهو إن شاء الله على الحق وكل يوم بيعدي بيثبت لنا إن إحنا على طريق الحق وإن ذي أزمة إن شاء الله هتعدي وهي أزمة بس عشان تفرق بين بين معادن الناس مين صح وهيثبت على الصح مين ضعيف ممكن يتنازل عن طريق الحق عشان الدنيا ثانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر